أهلاً وسهلاً بكم أعزائي الطلبة في درس جديد لمادة الرياضيات الصف الثاني عشر آداب وإنسانيات درسنا لهذا اليوم هو الدراسات الإحصائية وطرق قصد العينات الجزء الثالث أهداف درسنا لهذا اليوم سوف نتعلم في هذا الفيديو تصميم تجربة لمواقف من واقع الحياة بحيث تكون هذه التجربة عشوائية دعونا نستذكر أعزائي الطلبة بعض ما تم دراسته سابقاً وذلك من خلال تدرب 13 بيج 17 ما الطريقة المستعملة لأخذ العينات في الأمثلة الآتية؟ هل الطريقة متحيزة أم لا؟ فرع A قسمت شركة لتصنيع الملابس الجاهزة موظفيها إلى مجموعات ثم اختارت ثلاثة موظفين عشوائياً من كل مجموعة لتمثيل الشركة في معرض للملابس الجاهزة إنها عينا طبقية عشوائية وهي عينا غير متحيزة لأن الشركة اختارت العينات من كل مجموعة عشوائياً والآن فرعبي كتب معلم أسماء جميع طلابه على قصاصات ورقية متماثلة ووضعها في صندوق ثم سحب أسماء بعض الطلاب عشوائياً ووزع عليهم استمارات لتعبئتها في إطار دراست المسحية إنها عينا عشوائية وهي عينا غير متحيزة لأن المعلم سحب القصاصات الورقية عشوائياً دعونا ننتقل إلى المثال الرابع باج 15 صف تصميماً لتجربة مضبوطة هدفها اختبار دواء جديد لعلاج الإنفلونزا على الفئران ثم بيّن كيف يمكن جعل هذه التجربة عشوائياً أولاً أعزائي الطلبة دعونا نفكر سوياً ما نوع العينة التي سوف نختارها لإجراء مثل هذه التجربة؟ في البداية يجب اختيار مجموعة من الفئران التي تعاني فعلاً من الإنفلونزا والآن كيف يمكننا تصميم تجربة مضبوطة لاختبار دواء جديد؟ في تجربة مضبوطة بسيطة وزع مجموعة من الفئران عشوائياً إلى مجموعتين تتلقى المجموعة الأولى المجموعة التجربية العلاج فإذن المجموعة التجربية هي المجموعة التي سوف تتلقى العلاج بينما لا تتلقى المجموعة الثانية مجموعة التحكم العلاج فإذن المجموعة الثانية والتي سوف تسمى مجموعة التحكم هي المجموعة التي لن تتلقى العلاج الجديد ثم استعمل الإحصاء للمقارنة بين تأثير العلاج وعدم تأثيره فإذن وزعت الفئران عشوائيا إلى مجموعتين وجميعها مصابة بالإنفلونزا لا تتلقى مجموعة التحكم الدواء الجديد وهذا ثابت دائما على مجموعة التحكم بأنها لن تتعرض إلى التجربة الجديدة التي نريد تصميمها بينما تتلقاه المجموعة التجريبية فإذن المجموعة التجريبية هي المجموعة التي سوف نقوم بإجراء التجربة عليها دائما ثم تحلل النتائج لمعرفة ما إذا كان تأثير تلقي الدواء الجديد على تطور الإنفلونزا يختلف بشكل ملحوظ عن تأثير عدم تلقي والآن كيف يمكننا أن نضمن العشوائية؟ يجب أن يضمن التحديد العشوائي للمجموعة التجريبية ومجموعة التحكم أن الفرق بين المجموعتين يعود إلى الدواء وليس إلى أسباب أخرى أي أننا لا نعرض أي من الفئران إلى أي تأثير آخر غير الدواء يمكن أن يكون سببا في أسباب التحصن من هذه الإنفلونزا فإذا يمكن إجراء بعض التجارب على أكثر من مجموعتين متى؟ خصوصا إذا كانت تختبر عدة متغيرات بعض التجارب لا تتضمن مجموعة التحكم وتكتفي بالمقارنة بين أنواع مختلفة من العلاج أما الآن دعونا ننتقل إلى تمرين 4 page 15 أوقف الفيديو عزيزي الطالب وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك ثم تجربة لاختبار ما إذا كان تناول القهوة يقوي الذاكرة أم لا؟ كيف ستختار المجموعة التجربية ومجموعة التحكم؟ ما هو الفرق أعزائي الطلبة بين المجموعة التجربية ومجموعة التحكم؟ المجموعة التجربية هي المجموعة التي سوف نجري عليها التجربة وهي هنا تناول القهوة أما مجموعة التحكم فهي المجموعة التي لن تقوم بشرب القهوة لن نجري عليها هذه التجربة فإذا مجموعة التحكم من دون تناول القهوة والمجموعة التجربية هي مع تناول القهوة ثم أعطي الجميع اختبار ذاكرة وقارن النتائج والآن ولتأكيد الفكرة دعونا ننتقل إلى تمرين 8 بيج 17 فكر وثابر في الحل تطور شركة أدوية دواء جديدا لعلاج الصدفية وهي مرض جلدي من أعراضه ظهور بقع حمراء تسبب الحك على الجلد صف كيف يمكن إجراء هذه التجربة على أشخاص من دون أن يعلموا أنهم يخضعون لتجربة أوقف الفيديو عزيزي الطالب وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك والآن كيف يمكننا إجراء هذه التجربة أعزائي الطلبة؟ سوف نقوم بتقسيم العينة إلى مجموعتين هذه العينة هم من الأشخاص الذين يعانون من مرض الصدفية فإذا سيكون لدينا مجموعتين مجموعة التحكم والتي تحتفظ بشرطها بأن لا يتلقى فيها الأشخاص الذين يعانون من الصدفية العلاج الجديد بل سوف يعرضون إلى دواء وهميا أما المجموعة التجريبية فهي المجموعة التي سوف تتعرض للتجربة الجديدة التي نريد أن نقوم بها حيث يتلقى الأشخاص الذين يعانون من الصدفية الدواء الجديد والآن كيف يمكننا إجراء هذه التجربة على الأشخاص دون أن يعلموا؟ أولاً نوعات دواء يجب أن يكون متشابهان من حيث الشكل والملمس حيث لن يميز هؤلاء الأشخاص بأنهم يتعرضون إلى دواء جديد أو دواء وهمي وبالتالي لا يعرف الشخص ما إذا كان يطلق الدواء الوهمي أو الدواء الجديد والآن لماذا ذلك أعزائي الطلبة؟ لقد قلنا سابقاً بأن التأثير النفسي للمرضى سوف يكون عاملاً من عوامل العلاج فإذن يجب أن لا يعلم هؤلاء الأشخاص بأنهم قد تعرضوا إلى الدواء الوهمي أو الدواء الجديد هنا أعزائي الطلبة أما الآن دعونا ننتقل أعزائي الطلبة إلى ملخص المفهوم الدراسات الإحصائية وطرق أخذ العينات بيج سكستين دعونا نتذكر سوياً أنواع الدراسات تتضمن التجربة تقسيماً عشوائياً لمجتمع الدراسة إلى مجموعتين ومعالجة كل مجموعة بطريقة مختلفة وقياس الفرق بين نتائج المعالجتين أما الطريقة الثانية الدراسة المسحية على عينا في الدراسة المسحية على عينا تطرح نفس المجموعة من الأسئلة على كل عناصر العينا المختارة عشوائياً وتسجل الإجابات بهدف التوصل إلى استنتاج عن مجتمع الدراسة أما النوع الثالث هي الدراسة المبنية على المشاهدة في الدراسة المبنية على المشاهدة لا تقوم بتحديد طريقة معالجة العناصر موضوع الدراسة تكون العناصر متأثرة مسبقاً بالمعالجات قيداء الدراسة أما الآن دعونا نستذكروا سوياً أنواع العينات ما هي أنواع العينات أعزائي الطلبة؟ إنها خمسة أنواع إثنتان من هذه الطرق تعتبر تحت بند خطري تحيز مرتفع وتكون متحيزة وثلاثة من هذه الطرق كانت تؤدي إلى تجنب التحيز ولكن مع توخي الحذر أما الطريقتين التي تعتبران من طرق التحيز الطريقة الأولى هي استعمال طريقة الاختيار الذاتي لاختيار العينات وهي أخذ عينة مكونة من متطوعين أي أن الأشخاص الذين سوف يقومون بالإجابة على الأسئلة أو التعرض للاستبيان هم من سوف يختارون ذلك الطريقة الثانية هي استعمال الطريقة المريحة لأخذ العينات وهي أن تختار موضوعا أنت على دراية جيدة به أو يمكنك الحصول على معلومات عنه بسهولة أما الطرق السلافة التي تعتبر ليست متحيزة الطريقة الأولى هي الطريقة المنتظمة لأخذ العينات هي أن تختار عشوائيا عنصرا واحدا من مجتمع الدراسة ثم تختار بقية عناصر العينة باستعمال قاعدة من قبيل كل ثالث عنصر من مجتمع الدراسة أما الطريقة الثانية الطريقة العنقودية لأخذ العينات هي أن تقسم مجتمع الدراسة إلى عناقيد مناسبة على أن يتم اختيار عناقيد بأكملها عشوائيا لتشكل العينة والطريقة الثالثة هي الطريقة الطبقية لأخذ العينات هي أن تقسم مجتمع الدراسة إلى مجموعات هذه المجموعات تتسم بخصائص مشتركة ثم اختيار عينا عشوائية من كل مجموعة دمتم بخير أعزائي الطلبة وإلى لقاء آخر في درس قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر